السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كوروشي جانا النهر ده نعمل مع بعض شال مستطيل بغبزة جديدة الشال ده يمشي صيفي لان الغبزة بتاعته مفرجة وكمان موفرة للخيط هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله يعجبك الخيوط المستقدمة هستقدم خيوط قطن متوسطة السمك انت كمان فيك تستقدم اي خيوط انت حبها وهستقدم معي برقم اربعة يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا بيت تدعمينا بلايك وشيف ولو جديدة معنا تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر سلاسل وابدأ اعدي من تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى النهاردة الشال بتاعنا من تكرار الى عدد عشرة هنوصل بطول السلسلة لطول الشال اللي هو مية وخمسين سنتي ونرجع تاني انا كده اشتغلت السلسلة بتاعتي كنموزج مش هي الشال نفسه ديت من مضاعفات الى عدد عشرة لكن انت هتشتغلي حد ما يبقى طول السلسلة مية وخمسين سنتيمت بعد ما بتخلصي التكبار بتزودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل لفتين على الابار وبعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي سابع سلسلة باخد عمود بلفتين وكده كاني بدأت الدور بحرف الفي عمود بلفتين اربع سلاسل اتنين سلسلة كفاصل في السلسلة بقم سبعة عمود بلفتين بقين ابدئين بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بفوت واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خمس سلسلة باخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابار وبفوت واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خمس سلسلة باخد حرف الفي بس حرف الفي ده أكبر من بتاع البداية والنهاية عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل لفتين على الإبارة في نفس السلسلة باخد العمود التاني بلفتين كده عملت حرف الفي يبقى حرف الفي في البداية بس اللي بيبقى فيه اتنين سلسلة من فوق وبتاع النهاية هيبقى زيه بالزبط لكن بتاع الوسط هيبقى عمود بلفتين خمس سلاسل عمود بلفتين هنبدأ نقرر تاني واحد اتنين تلاتة سلسلة بفوت واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلسلة بدخلوا بعمل حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الإبارة بفوت واحد اتنين تلاتة اربعة رف خمس سلسلة بعمل حرف الفي امود بلفتين خمس سلاسل امود بلفتين في نفس المكان يبقى الدور الاول هيبقى معايا بالشكلة تلاتة سلاسل وهفوت اربعة سلاسل وفي الخمس سبع اخد حشو تلاتة سلاسل بفوت اربعة سلاسل وباخد حرف الفي وحرف الفي بتاع الوسط امود بلفتين خمس سلسلة امود بلفتين هخلص لنهاية الدور وهنا فجع تاني انا كده قربت اقفل الدور اشتجلت ربزة حشو بعد كده باخد واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة وبفوت واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خامس سلسلة اللي هي الاخيرة هاخد عمود بلفتين اتنين سلسلة في نفس المكان عمود بلفتين زي ما بدأنا الدور بحرف الفي عمود بلفتين اتنين سلسلة عمود بلفتين نهناه بنفس الطريقة باخد سلسلة وبلف الشور وعلى اول عمود على طول باخد جبزة حشو ودي اول جبزة حشو معايا في الدور التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة بفوت العمود ده بابوح على جبزة الحشو اخد حرف الفي عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلسل لفتين على الابرة في نفس جبزة الحشو باخد عمود بلفتين يبقى اشتغلت في جبزة الحشو حرف الفي بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي فيها خمس سلاسل بفوت اول سلسلة وتاني سلسلة وعلى تالت سلسلة بادخل بالشكل ده وباخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة على جبزة الحشو باخد حرف الفي عمود بلفتين خمس سلاسل عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي في خمس سلاسل بفوت اول سلسلة تاني سلسلة تالت سلسلة باخد حشو ابدأ كارتين واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى جبزة الحشو باخد حرف الفي عمود بلفتين خمس سلاسل عمود بلفتين وده هيبقى شكل الدور التاني يبقى فوق الحشو اشتغلنا حرف الفي داخل حرف الفي بنشتغل الحشو يعني بدلنا الاضوار هخلص الدور التاني ونرجع في بداية الدور التالت انا كده وصلت لقرب نهاية الدور التاني طبعا شكل الجبزة لسه ما بانيش معانا خالص بيباني من كذا دور اشتغلت هنا حرف الفي في جبزة الحشو بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهابرح هنا حرف الفي بتاع النهاية هنا العمود بعد واحد اتنين سلسلة بتوع الفرار بعد كده السلسلة التالتة عشان يبقى فوق العمود بلفتين بالزبط عشان حافظ على الاستقامة بتاعة الجانب بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهلف الشول وده هيعتبر اول عمود بلفتين في الدور التالت والدور التالت هو تكرار الدور الاول يبقى جبزتنا النهاردة تكرار دورين الدور الاول والدور التاني كده عمود بلفتين بشتغل واحد اتنين سلسلة كفرار اللفتين على الايبار في نفس المكان باخد عمود بلفتين بالشكل ده واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي بعد واحد اتنين وفتايل السلسلة بدخل وباخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابر عندي وفزة الحشو هاخد فيها حرف الفي عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل عمود بلفتين في نفس المكان وحنبدأ نقر واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي بعد واحد اتنين وفتايل السلسلة بدخل وبعمل حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابر في غبزة الحشو باخد حرف الفي عمود بلفتين خمس سلاسل عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي بفوت واحد اتنين وفتايل السلسلة بدخل وبعمل حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابر وفي غبزة الحشو باخد حرف الفي عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة لفتين على الابر في نفس المكان باخد عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي بعد واحد اتنين وفي ثالث سلسلة بدخل بعمل حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة عندي هنا وفزة الحشو بعمل فيها حرف الفي عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة لفتين على الابرة باخد عمود بلفتين واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي بعد واحد اتنين وفي ثالث جبزة باخد حشو جبزة سهلة جدا واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة وفي جبزة الحشو باخد حرف الفي عمود بلفتين خمس سلاسل امود بلفتين واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي حرف الفي بعده واحد اتنين وافتقل السلسلة بادخد بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة عندي هنا شايفها جبزة الحشو بتاعة البداية باخد فيها حرف الفي عمود بلفتين واحد اتنين سلسلة لفتين على الابرة في نفس المكان عمود بلفتين كده اشتغلنا الدور التالت مع بعض لسه بابدو الجبزة ما مزررتش معانا لان بسمة مش هتبان دلوقتي هتبان بعد ما نشتغل شوية بعد كده بابتفع سلسلة واحدة ولف الشور وهبتدي الدور الرابع بجبزة حشو فوق العمود وده هتكرار الدور الثاني زي ما اشتغلنا الدور التاني بالزبط واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة عمود بلفتين خمس سلاسل عمود بلفتين في نفس المكان واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي هنا حرف الفي بعد واحد اتنين وفي تالت سلسلة باخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة لفتين على الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كما السلاسل في نفس المكان عمود بلفتين تلات سلاسل وفي السلسلة رقم تلاتة بناخد حشو يعني خلاص الشغل بدأ يكبر نفسه زي ما انتو شايفين كده وبدأت الغبزة هتبدأ توضح معانا يبقى شغلنا كله تكرار دورين بنكرر الدور الاول والدور التاني توم ما احنا شغالين هاشتغل النموذج بتاعه ونبقى عشان نشوف شكل الغبزة معانا ايه انا كده اشتغلت النموذج بتاع الشال بدأت الغبزة توضح معانا بالشكل ده ديت اسمها جبزة النجمة المفرغة زي ما انتو شايفها ما بتاخدش منك لوقت ولا خيط وكمان شال صيفي حلو قوي الجبزة في منتهى السهولة والجمال ممكن كمان تشتغل منها بلوزة صيفي تبقى حلو قوي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده اتمنى ان الشبح كان واضح والغبزة عجبتك لو عجبتك يا بيت دعمينا بلايك وشير ولو جديدة معانا تشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل للك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر